ظمت دول حلف الناتو صوتها إلى الولايات المتحدة من أجل تراجع إيران عن دورها السلبي في المنطقة وعدم تخليها عن الاتفاق نووي هناك حاجة إلى تفادي التصعيد وتفادي سوء تقدير الحسابات الخاطئة في المنطقة لأن الوضع قد يتطور إلى درجة من الخطر يخرج فيها عن السيطرة دول الحلف الكبيرة نشرت ترسانات عسكرية في المنطقة تحسبا لأي طارئ قد يهدد الملاحة في الممرات المائية الحيوية بالنسبة للاقتصاد العالمي ما حدث في المنطقة أثار قلقا شديدا ونسعى بشكل أول إلى خفضه ومن البده أننا نرغب في حماية الملاحة لأنها تكتسب أهمية حيوية بالنسبة لأمم عدة لذلك نتابع الوضع عن كثب وردنا تحدده كل حالة على انفراد مباحثات الناتو تتزامن مع تلويح إيران بخفض التزاماتها بمقتضى الاتفاق النووي نحث إيران على مواصلة الالتزام باتفاق النووي وقد بدلت المملكة المتحدة ما في وسعها للحفاظ على الاتفاق والقرار النهائي يعود إلى إيران إيران أعلنت أنها قد تتجاوز سقف الثلاثمائة كيلو جرام من اليورانيوم المخصبي بدءا من يوم الخميس وقد ترفع مستوى التخصيب في السابع من الشهر المقبل إذا لم توفر الدول الأوروبية حلا يلتف على العقوبات الأمريكية حلف شمال الأطلس يدعو إلى تفادي المزيد من التصعيد العسكري حتى لا يخرج الوضع في المنطقة عن السيطرة وعدد من الوزارات حدثوا عن وجود هامش للمناورة الدبلوماسية رغم ارتفاع حدة التوتري مرودين الفريد العربية بروكسل